في حوار خاص للتلفزيون المصري أكد عدد من النواب أن مشروع قانون التأمين الموحد يدعم الاقتصاد ويحميه كما يمثل نقلة تشريعية هامة لهذا القطاع هذا القانون من الأهمية بجد أنه يلقى للناس حتى عشان تعرف أهميته هو بيحمي الاقتصاد وبيدعمه بشكل غير مباشر من خلال حماية الممتلكات والأرواح ليه حاجات متعددة وأنشطة كتير جدا ودخل في مجال الطبي كمان القانون بيعتبر نقلة تشريعية في التأمين في مصر بيضم ثلاث قوانين كانوا سريين لقانون واحد موحد وده بيحفز الاستثمار في هذا القطاع المهم جدا قطاع التأمين من أهم القطاعات المخطط لها الاستثمار فيها ثانيا أنه كمان بيزود نسبة للدخار عند المواطن المصري وده ألية جديدة للدخار عند المواطن المصري ويمكن القانون بيتعرض كمان في مواد قانونه إلى الوعي والتوعية من قبل الهيئة العامة والرقابة المالية القانون ده كان فرصة جيدة جدا اللي احنا نجمع قوانين قديمة من التمانينات وفيه قانون من الاربعينات اللي احنا نجمعهم فيه قانون واحد موحد يساعد المشتغلين بقطاع التأمين على الإلمان بكل القواعد الخاصة بالتأمين مع إضافة أنواع جديدة من التأمين لم تكن موجودة تم إضافتها في شكل قواعد إجبارية أو تأمين إجباري